السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله اللهم انصر المجاهدين والمقاومين وفرج عن أهل غزة والمظلومين اللهم وأنزل عذابك على الصهاينة واردد كيدهم إلى نحورهم إله الحق آمين قال الله تعالى في الآية التاسعة والعشرين من سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العلي العظيم انتقال ملكية الأشياء أو تبادل الملكية يعني مرة أنا أعطيك شيئا من دون مقابل ومرة أخرى أعطيك شيئا وأنت تعطيني في مقابله شيئا آخر شيئا آخر إذن انتقال الملكية وتبادل الملكية أمر طبيعي بلحاظ العيش المشترك أننا نعيش مع بعضنا البعض ولنا حاجات مختلفة ولنا أذواق مختلفة ولنا رغبات مختلفة وبالتالي قد أريد ما عندك وأنت تريد ما عندي ومن هنا تكون عملية التبادل ولربما أريد ما عندك وبالتالي تعطيني بدون مقابل كل هذا من الأمور الطبيعية ولكن قد تنقسم إلى قسمه القسم الأول ما يكون منها مقبولا من الناحية العقلية ومن الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية وأخلاقيا وهناك قسم آخر وهو أن يكون هذا الأمر غير مقبول لا بالعقل مقبول لا بالشارع لا بالقانون ولا أخلاقيا هذا الأمر مقبول تعالوا نأخذ بعض الأمثلة من هذا القسم وذاك القسم مثلا عندي قلم أهديك إياه برضى خاطر ومن دون أن تكون في البين أي محاذير وأنت تستلم مني هذا القلم وتقبله هذه الهدية عبارة عن انتقال ملكية مني أنا إليك أنت لهذا القلم وبالتالي يكون من القسم الأول الذي هو مقبول بل هو راجح أمر جيد أمر جميل فيه إيجابيات عقلا شرعا قانونا وأيضا من الناحية الأخلاقية مثال آخر شخص يوصي لإنسان في حدود الثلث نتكلم عن التشريع الإسلامي في التشريع الإسلامي يحق للشخص أن يوصي بما لا يتجاوز ثلث ممتلكاته فهو أوصى لفلان بأن يكون له شيء من هذا الثلث من دون وجود محاذير في البين هذا أيضا من القسم الأول المقبول شرعا عقلا وكذلك قانونيا وكذلك من الناحية الأخلاقية بل قد يكون راجحا أحيانا مثال ثالث عندما أبيعك شيئا عن رغبة شخصية وما في في البين أي محاذير أيضا هذا سيدخل في باب القسم الأول من نقل الملكية إلى الطرف الآخر الذي يكون مقبول من الناحية الشرعية والعقلية والأخلاقية والقانونية نعم أحيانا يكون بيع شرع لكن ممقبول مثلا يكون المثمن شيء اللي أبيعه محرم يعني على سبيل المثال من المسكرات يكون من المخدرات على سبيل المثال أو تكون عملية انتقال الملكية نتيجة لعب القمار على سبيل المثال هنا الأمر يختلف يخرج من هذا العنوان طيب في المقابل هناك صور كثيرة لانتقال الملكية ظاهريا يعني ممكن ينتقل هذا الشيء إلى الطرف الآخر ولكن من الناحية العقلية العقل يقول هذا الأمر مو صحيح ما المفروض يصير جري من الناحية الشرعية الشرعي يقول هذا حرام وباطل لاحظوا أكو أمرين أكو بعد تكليفي وفي بعد وضعي شلون يعني تكليفي تكليفي يعني حرام حلال واجب مستحب مكروه وضعي يعني شنو يعني باطل صحيح واضح شلون فهو من ناحية الحكم التكليفي ممكن يكون حرام ومن الناحية الوضعية أيضا شنو يكون باطل فبالتالي لازم يرجع إلى صاحبه طيب فعندنا صور كثيرة من الانتقال في الملكية ظاهريا بمعنى أنه فعلا الطرف الثاني يستعوذ على هذا الشيء ويأخذه ويصير عنده لكن عقلا ممنوع شرعا ممنوع قانونا ممنوع أخلاقيا غير مقبول ولكن قد يتحقق في أرض الواقع على سبيل المثال مسألة الربا مسألة القمار مسألة السرقة هذه عناوين واضحة لكن في الواقع هناك عناوين كثيرة قد لا نلحظها أو لا يراعيها البعض وتحتاج إلى شيء من التوقف وإعطاء الأمثلة حتى يكون الإنسان في تحرز من الوقوع فيما نهى عنه الله عز وجل في الآية التي بدأت بها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نأخذ المثال الأول من نفس السورة سورة النساء آية 19 شيء تقول يا أيها الذين آمنوا لا يحلوا لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الآية تنهى عن شيء شيء الأول صورة الأولى أن الزوج يستولي على شيء من مال وممتلكات الزوجة مما ورثته عن أحد ما مثلا ورثت من والدها شيء ما فحين ذاك الزوج يمارس القوة أو الترهيب أو التهديد بالطلاق أو الضغط النفسي أو الإكراه أو السرقة أي نوع من أنواع الضغط أو ممارسة القوة بحيث يسلب منها هذا المال قد لا يمد يده على هذا المال الذي هو ملكها صحيح هي زوجته ولكن ما ورثته من أبيها هذا ملكها فإذا يهددها بالطلاق إما تعطيني أو طلقك أو شي يسوي كل ما يرجع البيت مثلا ينكد ويصارخ ويتاوش معاها ويسوي لها مشكلة يوم يومين ثلاث وصلت الرسالة ش تسوي تفدي راحتها تفدي نفسها بأن تقول له اشتبي أنت يقول أنا أبي هذا اللي وصلت عطيني خمسين بالإمية منه أو عطيني كل الفلوس أنا محتاج هذه الفلوس أبيها فهي عن كره منها تفدي نفسها بأن تقدم هذا الأرث لهم الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هذه الصورة الأولى فإذا أخذ هذا المال بهذه الصورة هذا من أكل المال بالباطل لأنها هي مراضية ولولا هذا الضغط أو التهديد أو استعمال القوة لما أعطته هذا المال الصورة الثانية الضغط على الزوجة أو إكراهها من أجل ماذا أو تهديدها أو الضغط عليها النفسي أو حتى بالضرب حتى تتنازل عن شيء من المهر إما ترجع للمقدم وإما تتنازل عن المؤخر أو جزء من المؤخر الآية أيضا تقول هذا غير جائز وهو من أكل المال بالباطل ولا تعضلوهن لا تمارس الإكراه والضغط النفسي والضرب وغير ذلك لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أنت معطيها هذا الشيء بس الآن عينك ضاجت فصرت راغب في هذا الشيء قد يكون من المهار قد يكون من هدايا الزواج قد يكون أنت ذهب ما أعطيها يا هدية فش تسوي تمارس كل هالأشياء من أجل أنه تسترجعه أو تسترجع جزء منه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فهي تقوم تحت هذا الإكراه أو الضغط أو التهديد بالطلاق وتفدي نفسها وتعطيه هذا الشيء وتقول خلاص يفروح الآن هو قد يستحل هذا الشيء يقول خلاص هي عطتنيها لا هذا هذا مو صحيح هذا التصور غير صحيح لو لا الإكراه والتهديد لما أعطتك لو لا الضرب لما أعطتك والنهي موجود في الآية الشريفة هذا أكل المال بالباطل هي لا ترغب في أن تعطيك هذا الشيء وبالتالي يدخل في القسم الثاني الذي هو غير مقبول لا عقلا لا شرعا لا قانونا ولا من الناحية الأخلاقية الآية تقول نعم لو كانت الزوجة فاسدة لا سمح الله وارتكبت الفاحشة وثبتت عليها وكانت واضحة بين هذه الفاحشة فحين ذاك هذا الزوج متضرر ويريد أن يتخلص من هذه الزوجة حين ذاك ممكن أن يضغط عليها ويقول لها هيبها رجعي للمهر وأنا طلقش روحي لحال سبيلش أنت ما تصلحين زوجة أنت زوجة غير صالحة هذا إذا ارتكبت الفاحشة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة هذا مثال هذا موجود ترى في حياتنا الاجتماعية هذا الأمر ممارس من قبل البعض يعني ليست صور خيالية صحيح ذكرها القرآن قبل أكثر من 1400 سنة لكن إلى اليوم هي جارية مثال الثاني لما نصير في إرث وهناك قد يكون مثلا في ورث ذكور ورث إناث أو وريث ذكر وورث من النساء هذين البنات مثلا النساء متزوجين ساكنين بره الولد لربما ساكن في نفس البيت أو لربما يملك نوعا من القوة فحين ذاك يمارس قوته أو الوضع القائم إنه هو فعلا ساكن في هذا البيت فيمارس نوعا من الحيل أو الضغط أو الإكراه أو التهديد لأخواته أو استعمال القوة أو الضرب أو الإهانات أو غير ذلك من أجل أن يستولي على كل البيت وأحيانا يأتون بمبررات عجيبة وغريبة إن أنا ساكن في البيت أنا دائر بالي على البيت أنا أولى بالبيت أنتوا عندكم بيوتكم أزواجكم وفرولكم بيوتكم بيوت أنتوا عندكم حياتكم الخاصة فبالتالي شلكم بهذا البيت ما لكم شيء بهذا البيت من الناحية الشرعية هذا الكلام باطل الفتاة البنت تملك نعم هي تملك أقل هي تملك نصف لها نصف من ذلك النصيب ولكن لها نصيب فأنت تحرمها بالأمر الواقع أو بالقوة أو بالتهديد أو بالحيل أو حتى بالتزوير أحيانا يعني يوصل الأمر بالبعض أن يزورون في أوراق معينة بحيث يدعون أن الأب مثلا ملكهم البيت في حياته فانتقلت الملكية من الأب إلى الأب وليس هذا من الأرض فلما يموت الأب يتفاجؤون البنات أن البيت يمسجل باسم منه باسم الولد ملك للولد وليس للأب ولو كان الأب حيا لأنكر ذلك ولكن هناك عملية تلاعب أو تزوير أو استغلال مثلا لحالة من الزهايمر يصيب الأب فما يدري ما يملك أمره فحينذاك يبصمون الأب أو يوقعونه أو غيره بالنتيجة القضية إن ملكية هذا البيت تنتقل إلى الولد بغير وجه حق هذا أكل مال بالباطن أو على سبيل المثال أن يكون هذا الأب عنده زوجتين فعنده بيت هنا والزوجة الثانية ساكنة مثلا أجار وعندها عيال فش يسوون أبناء الزوجة الأولى يستولون على كل شيء ويمنعون أبناء الزوجة الثانية من أن يحصلوا على أنصبتهم بالتحايل بالتلاعب بتزوير الأوراق بطرق مختلفة بإخفاء بعض ممتلكات الأب ما يصرحون فيها قد تكون ممتلكات تجارية قد تكون أموال نقدية موجودة عندهم ما يصرحون عنها وبالتالي أبناء الزوجة الثانية يحرمون من أنصبتهم أو جزء من الأنصبة من الإرث هذا كله من أكل المال بالباطن تقول لها تعال يا ابن الحلال هذه الأخوانك وهذه مرتبوك لهم هذا النصيب يقول أمنا اللي تعبت أمنا اللي شقت وقفت مع أبونا أيام الفقر أمنا وأمنا أمنا صحيح هذا البعد صحيح ولكن من الناحية العقلية الشرعية القانونية الأخلاقية الزوجة الثانية لها نصيب فإذا كانت الأم عندها تضحيات وكذا إن شاء الله هذا في ميزان أعمالها هذا ما له علاقة بقضية توزيع الأنصبة فالحيل والتبريرات موجودة ما شاء الله ليس لها أول ولا آخر مثال الثالث عندما يكره الزوج زوجته على أن تعطيه كل أو جزء كبير من راتبها من دون رضاها شوفوا أقول لكم من الآخر الحياة الزوجية حياة مشتركة المفروض الزوجة بأخلاقها برقيها باهتمامها ببيتها مدام أن الزوج سامح لها أن تعمل المفروض أنها من عندها هي تساهم في مصاريف البيت مثلا إذا الأولاد عندهم مصاريف خاصة إضافية إذا عندهم على سبيل المثال حالات استثنائية إذا فبعض الأمور مثلا هي من الكماليات أو غيرها مناسب أن الزوجة أيضا تساهم في إنفاق المنزل تطوعا عن رغبة منها أن هي ترفع من الحياة الاقتصادية المالية بالنسبة لهذه الأسرة لكن هي غير ملزمة بذلك أما إذا فعلت ذلك فهي تساهم في نجاح هذا البيت وتساهم في نجاح استمرارية هذه العلاقة الزوجية والأسرة ولكن ولكن هذا غير ملزم هي غير ملزمة به اللي يحصل أحيانا بعض النساء فعلا يتنحسون يعني بمعنى أن يقولون شرعا مواجب علينا وبالتالي هذه فلوسي وأنا فلس واحد ما أصرف على البيت طيب هذا حقج هذا حقج صحيح الكلام هذا ولكن في مقابل هذا سيترك أثر على الزوج سيترك أثر على إنفاق الزوج لكن أحيانا بعض الأزواج في مثل هذه الحالات يضغطون على الزوجة ويأخذ منها كرت البنك أو يجبرها كل شهر يعطيه مقدار من المال وهي غير راضية وإذا ما سويتي هذا الشي روحي بيته هلج أو طلقج أو يهينها أو يضغط عليها كل الكلام اللي قلناه في المثال الأول هذا من أكل المال بالباطل الله هناك ينهى هذا ينطبق عليه لأنه هي غير راضية بذلك ولولا هذا الإكرام ما أعطتك هذا المال فهذا أكل للمال بالباطل في الظاهر الملكية انتقلت إليك صارت الفلوس عندك لكن في الواقع هي فلوسة وإنت تصرف منها من دون وجه حق لأنها غير راضية بذلك مثال أربعة وهذا المثال يعني قبل يومين أو ثلاثة أحد المؤمنين ذكرني فيه وهو مثال متكرر أيضا الزوج يتحايل على الزوجة أن أنا بسوي مشروع تجاري أو نبني نبني بيتنا أو نبني نجدد أو نشتري كذا أثاث غيره أحتاج قرض وأنا خلاص تنفذت القروض اللي عندي أنا بعد ما أقدر قومي أنتي على راتبتش أخني قرض فتاخذ عشرين ثلاثين أربعين ألف دينار والقصد هذا حجمه خمستعشر سنة عشرين سنة ما أدري شلون القوانين الخاصة بالقروض بالنتيجة يعرفون يعرفون على بعض بتعبيرهم يحبون بعض ويبدأ هي راغبة بأن يمنيها بالزواج وكذا ففي مرحلة ما قبل الزواج يقول لها إن شاء الله أنا بييلج بس أعدل وضعي وبخطبك من أهلك وكذا وإلى آخره لما تستوي السالفة يقول لها تعالي بس أنت عطيني أنا علي ديون وما أقدر أتخل بيتكم وأنا حافي عطيني عشرين ألف دينار روح يخذي قرض تعالي من تعطي باي باي بعد لا هو زوجها ولا شيء يلف ظهره ويمشي يغير رقم تليفونه وما يعطيها هوي وتنتهي القضية هذه الصور موجودة وكلها من أكل المال بالباطل ولا أدري كيف لا ينتبه بعض النساء بعض الزوجات إلى تكرر مثل هذه الحالة مع وجود عليكم السلام مع وجود يعني سوشال ميديا اللي هي تنقل كثير من هذه الصور من خلال المحامين اللي يحذرون من خلال الجرائم اللي ترتكب وردات الفعل وغيرها يكون يصير نوع من الوعي في هذا المجال المثال الخامس إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله سبحانه وتعالى لا يتهاون بشأن اليتام اليتام لو تتبع الآيات القرآنية الخاصة فيهم من أول ما نزل القرآن إلى العهد المدني ستجد بأن الله سبحانه وتعالى يحرص على قضية اليتام وكأنه ينبري ويقول هؤلاء عيالي هؤلاء أنا المحامي عنهم فبالتالي أي واحد يتحرش في اليتام في ممتلكاتهم ويستغل نقاط ضعفهم فهؤلاء سأعذبهم عذابا شديدا شوفوا الآيات في السور مختلفة منها في سورة النساء وغيرها فبالتالي هنا نجد في صور أكل المال بالباطل يأتي العم يأتي الخال يأتي ابن العم يأتي الجار يأتي الغريب زوج الأم غيرها وينهب أموال اليتامة بمبررات مختلفة مرة من المرات أحد المؤمنين يقول لي في المسجد الفلاني بالصف الأول أنا أصلي وبجانبي شخص أكل أموال عيال أخول يتامة قال لهم عطوني وأنا أعدلكم البيت وأعيد بناء وكذا من عطول فلوس ضرب عليهم وطبعا عمهم لا في ورقة بينهم لا في إثبات لا في شهود أي مبرر كذا اتشوفوا يقول أنا يوم من الأيام كنت أبي من أبوكم شوية فلوس أبوكم ضرني في تجارة ما كذا تبريرات مختلفة ولكن ما يفكر في هذه النقطة إنش كثر أنت بتتلذذ بهذا المال في مقابل هذا التهديد الإلهي الذي هو مرصود لمن يأكل أموال اليتامة بالوصف الذي ذكرته قبل قليل كل هذا من أكل المال بالباطل لا يحاول الإنسان بر يمين ويسار القاعدة في هذا الأمر ما ذكره علي عليه السلام فيما يخص الأموال التي عبث بها في المرحلة التي سبقته قبل أن يستلم الحكم يقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن ابن عباس أن علي عليه السلام خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال ألا أن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من مال الله يعني أي واحد أكل مال بالباطل من بيت المال فهو مردود في بيت المال هذه القاعدة اللي ياخذ من أحد مال بالباطل فهو مردود إلى صاحبه المفروض أكذا فإن الحق القديم لا يبطله شيء لا تقول هذا صار في العهد السابق هذا صار قبل عشرين سنة الآن تغيرت الظروف هذه الفلوس صارت بيت صارت تجارة صارت كذا خسرتها كذا لازم ترجع لأصحاب ولو وجدته وقد تزوج به النساء وفرق في البلدان لرددته إلى حاله فإن في العدل سعى ومن ضاق عنه الجور فالجور ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق إذن الحق لا يسقط بتقادم الزمن ولا بتبدل الصور ولا بضياع المال عندك هذا دين فرقبتك في ناس يخلطون ما بين القرض والدين كلمة الدين أشمل من القرض القرض يعني شنو يعني أنت تروحك واحد تتسلف منه ألف دينار رجع لك إياهم بعد شهر هذا قرض يصدق عليه أنه دين ولكن هناك صور ليست بقرض ولكنها دين مثلا واحد يتزوج المهر ستة آلاف دينار يعطيها المقدم ألفين أربعة آلاف مؤخر هذا المؤخر مقرض بس يسمونه شنو دين دين برقبتك واحد سوى له حادث لا سمح الله وشخص يطالبه نتيجة الحادث لما يطالبه هذا دين برقبتك بس هو مقرض لازم يسدد له وهو دين لكنه ليس بقرض فعنوان الدين أشمل من عنوان القرض هنا هذا دين فيرقبتك صحيح هو ممقترض لكنه دين سواء موجود أو فقد تعينه عليك أن ترجعه إلى أصحابه عندنا المثال الأخير الذي أضربه في هذا الباب وهو مورد ابتلاء خاص الشباب يعني تعبيرهم هبفي من مدة إلى مدة بصور مختلفة تصير هبات بين قوسين يسمونها تجارية بعض الناس عندهم رغبة في الثراء السريع في عالم التجارة القضية ليست هكذا التاجر يتعب ويحط نسبة وكذا آخرتها يربح له هامش ستة بالأمية أربعة بالأمية عشرة بالأمية ثنعش بالأمية بس يتعب وييب ويحط ويشيل وينتظر وشهر وشهرين وسنة وسنتين لما يطلع لهذا الشيء الآن أنت برة مثلا تشتري لك شقة بفلوسك تستثمرها يقول لك العائد منها أربعة بالأمية تجارة بهذا الشكل تكون لكن البعض يبي أمية بالأمية وفي شهرين أو ثلاث ما يصير هذا عادة عادة أنا ما أري ما بأقول أحكم لكن عادة هذا الشيء ما يصير إلا ويكون في شيء غلط يا أما في نهب لأموال ناس وخداع ونصب واحتيال يا أما في غسيل أموال يا أما في قضية في شيء عوي مو صحيح هذا مو تجارة صراحة لكن بعض الشباب بعض الناس عندهم رغبة في هذا الثراء السريع فيطرقون أي باب وبعضهم لما يستفتون في هذا المجال يستفتي غلط يعني يسأل غلط ما يعطي الصورة الكاملة أو يضغط يضغط يحاوله بكل طريقة أن المفتي أن المجيب يقول له شنو يجوز هذا مو صحيح أنت إذا فعلا تخاف الله وما تبي تاكل حرام المفروض تسأل بشكل كامل توضح الصورة كاملة تحب كل أبعاد المسألة وما تضغط أنت تنتظر إلى أن تشوف الجواب اللي يكون وفق هذه الأبعاد ما هو من ناحية شرعية وتلتزم فيه سواء أقال لك جائز أو قال لك احتاط أو قال لك حرام أنت يكون تلتزم بهذا الشيء لأن القضية مو بس قضية ربه في وايد أمور من الممكن تخلي المعاملات هذه المنتشرة أحيانا خاصة اليوم في الإنترنت تكون غير مشروعة في قضايا ترتبط بالعملات الرقمية أرجو الانتباه لا أريد التعميم ولا أريد أن أضرب أمثلة بعينها بإسمها أنا فقط أذكر بشكل عام في تعاملات بما يعرف بالعملات الرقمية في تعاملات فيما يعرف بعنوان الواسطة بالبورصة أو الوساطة في البورصة أو الوساطة في تجارة الذهب أو الوساطة في النفط هناك صور عديدة مما هو مطروح ومما هو يعني فيه من التلاعب في المسميات وبطرق سحب الرجل إلى هذا المجال شيء كثير جدا وكل يوم يطلعون لكم شغل تفتح أنت بس اليوتيوب تفتحه أكثر الدعايات الآن عن هذه القضايا ويقول لك تعال في البداية بس أنت جرب والفلوس من عندنا إحنا نعطيك ألف دولار وجرب رح تربح خلال يوم واحد مثلا عشر دولارات عشرين دولار ويجرب فعلا ويستانس على الشغلة وبعدين يبدأ يحط من جيبة نزين أنت سألت هذا شنو قعد تاجر في هل في تجارة حقيقية في شيء قاعد يمباعي فعلا أموال وين تروح هل يوم من الأيام ممكن يأخذون منك هذه الأموال هل هي قضية خداع هل هي غسيل أموال هل هي أموال مخدرات أموال فساد كذا تجارة أسلعة ما تدري يكون تسأل تتحقق قضية مو بس قضية والله هاك ربحت إذن هذا شيء جيد ثم في لعب بالمسميات إذا تذكرون من عشرين سنة تقريبا نشره بين الناس شيء يسمونها التجارة الهرمية تجارة الهرمية يقول لها شو يعني تجارة الهرمية يقول لك إيه هذه طاسة إحنا مسوينها نبيعها ما دريب شم بعدين إنت لما تسوي دعاية حق نفرين والنفرين يسوون حق عشرة والعشرة يسوون حق خمسين والخمسين يصير حق ألف وكذا فإحنا نعطيك نسبة من هالألف اللي هم اشتروا وهذه الطاسة كل حاجة يبال وبعدين أنت رح تربح كذا وفعلا في ناس اربحوا أحد الأصدقاء قال لي أكو شيء شيء من هذا القبيل أبي تي تشوفوا ياي هذا الشيء شرعي ولا مو شرعي رحت معه قلت له يا ابن الحلال هذا كله أكل للمال بالباطل ذي لأشي يسوون يربحون مجموعة من الناس بعدين يجمعون أموال بالملايين في لحظة يختفون من الوجود ويضربون على البقية نعم في ناس اربحوا وامية بالامية لكن في وايد من الناس راح تفلوسهم المهم قلت له ما صدقني قال إلا تي ويا قلت له ان شاء أنا عندي فضول بعرف شي يسوون رحت وإلى مكان مبنى ماخذين دور كامل أول ما دشين أنا طبعا لابس خاتم عقيق ومبين عليه شكلي أشبه بالشيعة فسيدة دزولنا واحد لابس عقيق اللي لحي تطويله يدزول لواحد لحي تطويله اللي كذا وكل واحد ويا فتوى انت شيعي يعطونك باسم السيد فلان انت هذاك سلفي يعطونه بن باز جاهزين حق هذا ويدخلونك المكتب واحترام وشاي وبعدين بديت أسئلة أقول لأنت شنو التاجرون يقولوا إحنا مسوين مزرعة للروب في السودان نسوي روب نسوي حليب ونعطيها الأرباح قلت له روب وحليب يعطيه ميا بالإميا ربح وين صايرها هذه قال إحنا مستفتين مرجع لفلان قلت له أدري أنت مستفتين عطني وريني السؤال السؤال طبعا عام يقول لك إذا أنا أخذ كذا فينطبق عليه عنوان مثلا شنو عنوان المرابحة عنوان مثلا المضاربة أيا كان خو من ناحية الشرعية المفتي بيقول لك اي نعم الفقيه بيقول لك اي نعم هذا جائز إذا ما قلت له أنت تبي تتحايا وفعلا ما طول وراه قلت له واخر عن هذي لنصابين محترفين وما طولت القضية فعلا هذه الجهة هربت بملايين الأموال من الناس وواحد فقير مسكين اللي هو كويتي كانوا مسجلين باسم الشركة هو اللي انسجن وأكل كل هذه المطالبات من الناس على ظاهرة الآن قاعد يصير نفس الشي لكن الفرق شنو أنه لما يصير بالانترنت أنت ما تدري منه صاحبك على من تشتكي شوف هذه الرواية تعجبني أن الشباب حتى الناس اللي هما بعض المتقاعدين اللي يصير عنده شوية همشة فلوس أول ما يتقاعد ما يدري شي يسوي ويبي يعد البيت وكذا فيبي يستثمر اسمع هذه الرواية أنا حتى هذه الرواية حولت إلى يعني مقطع كارتوني حتى الناس يعني يشوفون كتمثيل ويستوعبون الفكرة الرواية في الكافي بالسند عن أبي جعفر الفزاري قال دعا أبو عبد الله عليه السلام مولا له يقال له مصادف فأعطاه ألف دينار وقال له تجهز حتى تخرج إلى مصر فإن عيالي قد كثروا يعني اللي برقبتي صاروايد ومدخول ما قاعد يستوعب قال فتجهز بمتاع اشترى البضاعة من المدينة وخرج مع التجار إلى مصر فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارج من مصر فسألوهم فسألوهم عن المتاع اللي يائين من المدينة سأله اللي طالعين من مصر قالوا لهم هذه البضاعة متوفرة في مصر ولا مو متوفرة الذي معهم ما حاله في المدينة يعني في مصر وكان متاع العامة يعني هو من حاجة عامة الناس فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء السوق خالي من هذا فإذن هناك حاجة ماسة إلى هذه البضاعة فتحالفوا هالتجار اللي يائين من المدينة أقسموا فيما بينهم وتعاقدوا على ألا ينقصوا متاعهم من ربح من ربح دينار دينارا يعني يمكنفهم دينار يبيعون بشم ويا ويلة أي واحد منكم يخالف هذا كلنا نتفق على سعر واحد والربح الدبل فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبد الله عليه السلام ومعه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال جعلت في داك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح فقال عليه السلام إن هذا الربح كثير ولكن ما صنعتهم في المتاع شونتوا سويتوا شلي سفرة وحدة الدبل صار فحدثه كيف صنعوا وكيف فتحالفوا فقال الإمام عليه السلام سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا ناس مسلمين محتاجين حق هالبضاعة تستغلون نقطة الضعف عندهم والحاجة بحيث تسوون اتفاقية فيما بينكم من أجل أنكم أنتم تحققون أرباح لأنفسكم ثم أخذ عليه السلام أحد الكيسين فقال هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح الجيس الثاني ما أريد ثم قال يا مصادف إن مجالدة السيوف يعني تدخل الحرب أهوى من طلب الحلال مجالدة السيوف أهوى من طلب الحلال يمكن واحد يقول وانا اش دخلني هذا اللي خليته وسيط وهو يتحمل المسؤولية برقبته وهو اللي أخطأ في الطريقة لكن المال حلال المام عليه السلام يقول هذا المال لا بركة فيه هذا الرسالة إن هذا المال جاء بطريقة لا يريدها الله مو كل شيء أيضا حلال وحرام في أيضا مبادئ في قيم في أخلاقيات في السوق ولذا احنا في الرسالة العملية في كتاب التجارة عندنا قسم يخص ماذا يخص الآداب كم نسبة الربح تكون شنو المكروه إذا زاد عنه شنو الأمور اللي يكون أنت تمتنع عنها مثلا لا تبيع بضاعتك بالظلمة لا تسوي كذا مجموعة أمور حتى لحد ينغش ولحد يقول أنا ما كنت أدري ولحد يقول أنا أستغل للوضع الفلاني وكذا قضية ليستها كذا علي عليه السلام يقول معاشر الناس الفقه ثم المتجر قبل ما تدخل في هذا العالم تفقه شوي والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفة الربا نموذج من نماذج أكل المال بالباطل الإمام عليه السلام يقول هناك كثير من صور ما يسمى بالتجارة هو في الواقع من صور ماذا الربا وهناك من صور أكل المال بالباطل بالنتيجة وعنه عليه السلام من لم يتفقه في دينه ثم اتجر ارتطم في الربا ثم ارتطم يعني بيصير له هنا مورد ويكون الواحد يتحذر من هذه الأمور النقطة الأخرى التي التفتولها في التعبير الوارد في الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني الله سبحانه وتعالى يقول الضرر الذي يلحق من خلال أكل المال بالباطل أو الإضرار الجسدي بالآخر بالقتل مثلا هذا الضرر لا يلحق الفرد وإنما يلحق المجتمع ككل لأن أفراد المجتمع في رابط مع بعضهم البعض الضرر ليلحق في ذاك الشخص ما رح يتوقف عنده لربما هو لربما أولاده لربما أصدقاؤه لربما جيرانه سيمارسون ذات العين من الفساد وتتكرر الصور فيتعم الصورة ثم إذا صار الظلم في حق أحد فإن آثار هذا الظلم ستعم في المجتمع فهل يحب أحدكم أن يظلم نفسه الآية تقول ولا تأكلوا أموالكم هذه فلوسك أنت قعد تأكلها بالباطل صحيح يا ملك الآخر ولكن يقول الله سبحانه وتعالى أنتم عاشين في مجتمع واحد المنفع تعود على الجميع والمضرة تعود على الجميع ولا تقتلوا أنفسكم مع أن ما في أحد يقتل نفسه إلا المينون هذا اللي ينتحر ولكن قتل النفس بمعنى ماذا هنا بمعنى أن إنسان يقتل الإنسان آخر الله سبحانه وتعالى يقول كأنك قتلت نفسك لماذا؟ لأن هذه الجريمة ستهتك حرمة المجتمع حالة الأمن والطمأنينة في المجتمع فحين ذاك إذا تكررت وصار الأمر عادي والكل مارسة فإذن النتيجة ستكون كارثية على المجتمع هناك صور أخرى عديدة لكن الوقت لا يسمح بطرحها في هذا المجال لقد أعمى المال والملك عمر بن سعد وأهلكه الطمع حين قبل أن يكون قائدا لجيش الأمويين في يوم الطف وحين ارتكب جنده وبأمره مرتكب من جرائم بحق الحسين وأنصاره وأهل بيته هذا الذي يجلس تحت منبر الحسين عليه السلام ويستمع إلى هذه النقطة المرتبطة بسلوك عمر بن سعد وموقفه الذي كان مترددا بل اتخذ موقف عدم مواجهة الحسين عليه السلام في البدء ولكن عندما هدد من قبل عبيد الله بن زياد إما هذا وإما ترجع لنا العهد بملك الري فحين ذاك اختار الدنيا والمال على الحسين عليه السلام واختار الدنيا على الآخرة الذي يجلس تحت منبر الحسين لا يجب أن يؤطر هذا الحدث في بعده التاريخي فحسب وينبري فيقول لعنة الله على عمر بن سعد لكن يكون يراجع نفسه هل أنا من أجل الدنيا بعت شيئا من آخرتي هل من أجل شيئا من المال هل أنا استرخيت في عمل في عدم التفقه في هذا المال في هذا المجال فوقعت في الحرام وأكلت ما للناس بالباطل وارتكبت الربا وغير ذلك من الصور التي لا يقبلها العقل ولا الشرع ولا القانون ولا الأخلاق هذا هو الدرس المهم الذي يخرج به الإنسان من إحياء ذكرى عاشرة والدروس الأخرى المرتبطة بكل موقف من المواقف التي نستلهم منها العبر وإلا القضية ليست مجرد استرجاع للتاريخ وصب اللعنات على الظالمين والترحم على المظلومين روى السيد ابن طاووس في اللهوف أو الملهوف في قتل الطفوف عن أبي مخنف أنه لما ظفر المختار بعمر بن سعد المختار الثقفي لما ألقى القض على عمر بن سعد وأحضره بين يديه قال له يا ابن سعد أنت قتلت رضيع الحسين عليه السلام قبحك الله من بين الإخوة لا ذمة النبي حفظت ولا حق الأخوة رعيت والله العظيم لئن لم تنشدني أبياتك النونية لأعذبنك بأشد العذاب حسب هذه الرواية أن عمر بن سعد كان قد وصف حاله في الموقف الذي وضع فيه إما الدنيا وإما الآخرة فاختار الدنيا فيقول لهني أنا أريد منك وألزمك بأن تنشد لي هذه الأبيات فأنشد عمر بن سعد لعنه الله وهو يقول هذه الآن الأبيات الشعرية فوالله ما أدري وإني لصادق يعني أنا صادق إني فعلا متردد أفكر في أمري على خطريني أترك ملك الري والري منيتي أم أصبح مأثوما بقتل حسيني حسين ابن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني فإن صدقوا إذا فعلا أكو جنة ونار عقاب حساب آخرة فإن صدقوا مما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين يعني أعطوني مهل استانس بعد سنتين قبل ما أموت أنا أتوب وإن كذبوا يعني ما في جنة ونار كذا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين يعني الواحد مني قامز من الوناسة يسمون الحجل دائم الحجلين يعني دائما مستانسوا فرحا وإن إله العرش يغفر زلتي ولو كنت فيها أظلم الثقلين هذه الفكرة اللي رسخوها بني أمية إن تسوي اللي تسوي كذا يكفي عندك شنو إيمانك والله غفار تواب رحيم مو مشكلة يعني وإن إله العرش يغفر زلتي ولو كنت فيها أظلم الثقلين نونية أخرى حسب أبي مخنف يقول بأنه جاءه هاتف يعني واحد رد عليه قائلا ألا أيها الكذا ما بأقول الكلمة الذي خاب سعيه وراح من الدنيا ببخسة عيني في لحظة خلاص هذا خسر كل شيء ستصلى جحيما ليس يطفى لهيبها وسعيك من دون الرجال بشيني إذا أنت قاتلت الحسين بن فاطم وأنت تراه أشرف الثقليني فلا تحسبن الري يا أخسر الورى تفوز به من بعد قتل حسيني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته